فاحنا لازم نفهم ان في اشكال كتيرة بتدخل علينا تحت مسمى هي افكار ممكن تقبل في المسيحية مثلا زمان حاول بعض الفلاسفة اللي هم قابلوا المسيحية ان يدخلوا فكر اسمه فكر الغنوصي له فكر المعرفة اللي هو يقول نحن بالمعرفة وبالادراك ممكن الانسان يصل للصورة الالهية بمجرد المعرفة وكأن لا احتياج لتجسد كلمة الله فكلمة الله هو الذي اعاد الانسان الى الصورة مرة اخرى لاننا خلقنا على حسب صورة الله ومثاله وهنا بكلام هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المسيحيين الذين سموا بالغنوصيين ان بمجرد المعرفة وبالتعب عن طريق الذهن المتقد يصل هنا الانسان الى الصورة الالهية ويكون في حالة من الكمال وده يعني فكر من الافكار الانتشر وفي افكار كتيرة متجددة يعني نلاقي مثلا افكار كتيرة مثلا لها في ديانات شرق اسيا نفس الفكر الانسان يقولك ابحث في ذاتك وطعمك واعرف امورك الداخلية وسماتك الشخصية واخرج الشر من جواك وهنا ستصبح في صورة وكأنها كده وصلت الى الكمال او وصلت الى صورة الله بهذه الطريقة لازم ناخد بالنا لازم نتعلم من تصرف الاباء الكدسين اللي هم الاول زي الكديس بوليس الرسول اللي هو رفض فاحنا مهما كان حينما يأتي امامنا افكار الشرير هناك كلمة الله اللي هو كلمة الانجيل بنمشي وراها ونتعلم وهي النموذج يعني كلمة الله او كلام ربنا الكتاب المقدس هو النموذج وسير الاباء الذين ماشوا على كلمة الله نحن من المفترض ان نسير وراء هؤلاء غير ذلك هو مباحثات هو علم كاذب او تعليم كاذبة اشتركوا في القناة